خذ من القرآن للقرآن تأويلاً مبينة من صحيح حديث خير المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أولي الألباب وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا نتحدث عن سورة النازعات والتي مررنا بآياتها من قسم الله تعالى بالأمور الخمس النازعات والناشطات وما إلى ذلك ومن ذكر الأمم السابقة وما جرى لها وتحديداً ما جرى بين موسى وفرعون الذي ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري وكيف عاقبه الله تبارك وتعالى وكل ذلك للعبرة والاعتبار والتذكر وأخذ الحيطة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى لمن يخشى الله تنتقل السورة بآياتها من هذا الجو الذي يذكر الآخرة وما فيها والقسم بالملائكة وما جرى بين موسى وفرعون إلى إقامة الأدلة والحجج والإثبات على هذا الإنسان الذي ينكر إعادة الناس إلى الحياة بعد موتهم ودفنهم في قبورهم فذكر الله تعالى المخلوقات الأخرى العظيمة الكبيرة على صيغة سؤال الله تعالى يقول أأنتم أشد خلقاً أم السماء يعني هو الخطاب ربعاً أنتم لكفار مكة هل مكة الذين لم يسلموا أأنتم أشد خلقاً أم السماء أشد خلقاً هذا يعني اسم تفضيل يعني هل خلقكم يعني أعظم من السماوات لا السماوات أعظم يعني رفع السماوات بغير عمد ترونها فالذي قادر على أن ينشئكم من لا شيء قادر على أن يعيدكم الذي خلقكم من لا شيء وأماتكم يعيدكم وهذا ليس أعظم من السماوات ولا أعظم من الأراضين فقال الله تعالى أأنتم أشد خلقاً أم السماء لماذا السماء أشد خلقاً يعني أعظم أشد بمعنى هنا أعظم وأكبر أأنتم أشد خلقاً أم السماء بدأ يبين أين العظمة بناها الله سبحانه وتعالى خلقها وبناها بناء محكماً دقيقاً بحيث يمسكها الله تعالى أن تقع على الأرض بناها هذا واحد رفع سمكها يعني رفع سقفها وأعلاه عنكم وجاف بين هذه السماء بين الأرض وجعل ما بينهما الكواكب من يعني هذه الكواكب التي نراها فإذن بناها رفع سمكها سقفها فسواها جعلها مستوية يعني ما فيها تفاوت الذي خلق سبع سماوات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يعني بنظام دقيق بحسابات دقيقة ويعرفها أهل الاختصاص هذه السماوات رفع سمكها فسواها بعدين وأغطش ليلها أغطش يعني أظلمه يعني جعله مظلماً وطبعاً نسبة الليل إلى السماوات هذه نسبة مجازية لأنه الله أغطش هو الليل والليل لا ينسب إلى السماء لكن لأن أسباب النور بالسماء فوق قمر والشمس والكواكب فنسب الظلم لها وأغطش يعني أظلمه ليلها جعله مظلماً حتى تأخذوا الراحتكم والظلم هي مصدر راحة يخلد إليه الإنسان وأغطش ليلها وأخرج أوضح ضحاها أيضاً الضحا لا ينسب إلى السماء لكن لأنه تخرج الشمس والشمس فوقنا أغطش ليلها وأخرج ضحاها طيب هذه السماوات بعدها والأرض بعد ذلك دحاها هذه الأرض بسطها الله سبحانه وتعالى وهذه الأرض تشير وهذا التعبير يشير إلى أن الأرض خلقت بعد السماء لأن الله سبحانه وتعالى قال يعني بأن الأرض دحاها يعني جعلها مستوية وكلمة دحاها العلماء تكلم تكلموا فيها كثير يعني أو دع دحا يعني ملأها أو دحاها من الكنوز الذهب والفضة والحديد والآن بعصر حديث البترول وما إلى ذلك الله سبحانه وتعالى دحاها العرب تقول دحية الأرض من تحت البيت يعني ملأت وسويت فهنا والأرض بعد ذلك دحاها كلمة بعد ذلك بحسب الظاهر تدل على أن الأرض بعد السماء لكن لما نذهب إلى آية أخرى يقول الله تعالى كما ورد في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم إذن هنا الآية ماذا تقول يعني تدل على أن السماوات قبل وهذا هو الواقع إذن لماذا يقول والأرض بعد ذلك دحاها يعني خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات قالوا هنا بعد بمعنى معه والأرض مع ذلك دحاها يعني المعية ورد عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال خلق الله الكعبة ووضعها على الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألفين عام ثم دحيت الأرض من تحت الكعبة ملئت واستوت فإذن قالوا هنا بعده والأرض بعد ذلك دحاها بمعنى معه فالله تعالى أودع هذه الأرض من الكنوز ما لا يعلمه إلا الله يعني هذه طبعا بعد جاءت بمعنى معه في كثير من عيات مثل كما قال الله تعالى أتل بعد ذلك زنيم أتل ولكن مع ذلك زنيم هكذا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ذكر القرآن شون الزبور يأتي بعد الذكر إذن بعده هنا بمعنى معه ولقد كتبنا في الزبور مع الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالح إذن والأرض بعد ذلك دحاها بينت بعد ذلك الآيات بماذا دحاها الله ذكر ما يدور في الأوساط ذلك الوقت ربما يعرفون الذهب الفضة كانت موجودة لكن ربما لا يعرفون هذا موضوع البترول فالله بيّن لهم قال لهم والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها لما تحفر البئر أو تنبع العيون هذا كله منين من الأرض يخرج هذا الماء عيون متفجرة أو آبار ومرعاها النبات الذي ترعاه الحيوانات من أخرجه؟ من أخرجه؟ أخرجه الله سبحانه وتعالى إذن والأرض دحاها ملأها فأخرج منها ماءها هذا الماء ومرعاها رعي الحيوانات النبات والجبال أرساها الجبال ثبتها لتتثبت الأرض ولا تتحرك وجعلها أوتادة في آيات أخرى والجبال أوتادة والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم يسموها بالبلاغ اللفو النشر المرتب متاعا لكم يرجع إلى أخرج منها ماءها ولأنعامكم يرجع إلى ومرعاها فكما ذكر الماء بالأول قال متاعا لكم وذكر النبات ثانيا قال ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فبين الله تعالى السماء والأرض كمثال لقوة الله وقدرته فالذي يفعل هذا الشيء العظيم أليس قادرا أن يعيد الإنسان بعد موته ويعيد إليه جسمه وروحه وأجزاء جسمه التي تناثرت قادر الله سبحانه وتعالى والإنشاء الشيء بدون مثال سابق أصعب من إعادته لأن ذاك ابتكار الله سبح وتعالى ذاك قال له ابتكار طيب متاعا لكم لعامكم رجعت الآيات تذكر باليوم الآخر بعد أن ذكر هذه الحقائق لعل الإنسان يتعظ لعله يختلي لنفسه ويرعوي ويقول إلى أين أنا ذاهب إلى متى أنا أعصي الله إلى متى أنا تارك الصلاة إلى متى أنا تارك الصيام ذكر الله تعالى عادا للآيات يذكر بالآخرة فقال الله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى طامة يعني الداهية الداهية ويقصد بها النفخة الثانية نفخة الإحياء فإذا جاءت الطامة الكبرى لماذا سمي الطامة قال لأنها تطم على كل شيء فتعم الجميع هذه الطامة لما ينفخ في الصور ويقوم الناس من قبورهم وتعود إليهم أرواحهم تعود للإنس وللجن وللملائكة كلها تعود إليهم ولذلك سميت بالطامة لأنها تعم فإذا جاءت الطامة الكبرى ماذا يحدث؟ يوم يتذكر الإنسان ما سعى يعني كل تمر أمامه مثل شريط الفيلم السينمائي ما عمل من خير حتى لو بمقدار الذرة مثقال الذرة بعد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى لا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما خايفين لأن الكتاب كل مسجد سيئات ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضع خاف ناسي أو يريد ينكر ولذلك الله سبحانه يجعل الجلود والأيدي والأرجل كلها تنطق لأنه قد اللسان إذا نطق قد ينكر حتى شخص يسأل هذا الجلد كان معي في الدنيا ما كان يتكلم لماذا الآن يتكلم وقالوا لجلودهم لماذا شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء هذا الجلد يقول في يوم في هذا اليوم مد يده وسرق في هذا اليوم مد مده وغدر في هذا اليوم حمل كأس الخمر وشرب في هذا اليوم كذا وقالوا لجلودهم لماذا شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء يوم يتذكر الإنسان ما سعى هذا ما بمعنى الذي وسعى اسم موصول سعى جملة صلة الموصول والضمير الرابط مقدر يعني يوم يتذكر الإنسان الذي سعى سير مفعول به ما ليتذكر ماذا يتذكر الذي سعى وسمي سعيا لأن كان الإنسان جادا في ارتكاب المعاصي مسرعا إلى اقتراف الذنوب يوم يتذكر الإنسان ما سعى طيب ما هي النتائج هنا سيذكر النتائج الله تعالى قال وبرزت الجحيم وبرزت الجحيم لمن يرى يعني من هو الذي يرى الذي يرى حين للنزع الله سبحانه وتعالى يمكنه من أن يرى يرى كل شيء وبرزت الجحيم لمن يراها وبرزت ظهرت الجحيم لمن يرى بعدين يأتي التفصيل نزلت هذه الآية التي سنتلوها في اثنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما صحابي وكان في غزوة أحد بعد أن انصرف قسم من المقاتلين كان يطوف حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أرسل الكفار المشركون الأعداء سهما يقع فيه ولا يقع في النبي صلى الله عليه وسلم من هو هذا الصحابي مصعب بن عمير رضي الله عنه مصعب بن عمير كان له أخ اسمه عامر بن عبير هذا عامر ما رضي يسلم بل كاثر ومصعب بن عمير أسلم وحسن إسلامه وبدأ يخاف على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد فلما انتهت المعركة وأخذ المسلمون الأسرة كان فيهم عامر بن عمير أخو مصعب فقال لهم أنا أخو مصعب ففكوا وثاقه إكراما لمصعب مصعب ماذا قال لهم لا أعيد الوثاق ولا تطلقوه إلا بفدية لأن أنا أعلم أن له أم عندنا أم عندها ذهب كثير قالوا خلص إذا هذا رأيك لكن مصعب جاءته سهام المشركين وهو يحمي النبي صلى الله عليه وسلم فسقط شهيدا حتى النبي صلى الله عليه وسلم تأثر وبدأ الدم ينزف من مصعب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له عند الله أحتسبك عند الله أحتسبك وقال للصحابة لقد رأيته المصعب وعليه بردان قميصين ما تعرف قيمتهما يعني ما له قيمة وإن شراك يعني كمان شراكا عليه من الذهب يعني السير سير النعال من ذهب قال لقد رأيته وعليه بردان ما تعرف قيمتهما وإن شراكا عليه من ذهب وأكو رواية تقول أنه مصعب قتل أخاه عامر في رواية تنقلها بعض الكتب التاريخ هنا جاءت الآيات جاءت الآيات فأما من طغى على عامر وأمثاله عامر بن عمير أخ مصعب فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيمة هي المأوى خلص يأوي إليه وأما من خاف مقاب ربه مصعب بن عمير ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فريقين فريق في الجحيم وفريق في الجنة نكمل إن شاء الله في درس قادم تفسير سورة النازعات وإلى لقاء بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خذ من القرآن للقرآن تأويلاً مبينا من صحيح حديث خاهير المرسلين أو من المأثور للسلا في الثقات الصالحين من شيوخ المنهج الصاف السليم